ليس من عدد النيران التراجع عندما تجد ما تلتهمه في طريقها فكيف إن هي وجدت أكبر الموانئ النفطية أمامها وحاولات ميليشيات فجر ليبيا السيطرة على موانئ الصدر النفطية تكاد تتسبب بكارثة بيئية في المنطقة باتت النار مجتعلة في خمس خزانات بمرفأ الصدر أكبر مرافق النفط الليبيا في منطقة الهلال النفطية بعد امتداد النار إلى خزانين إضافيين من ثلاثة خزانات اشتعلت جراء قذيفة صاروخية أطلقها مسلح فجر ليبيا قبل أيام الوضع بحد ذاته سيء كفاية لكنه يزداد سوءا عندما لا تستطيع جهود رجال الإطفاء وقف مد نيران الأمر الذي دفع بالسلطات الليبية إلى طلب مساعدة خارجية لتطويق كارثة قادمة الحكومة الليبية سبق وانحذرت من تفاقم الوضع في منطقة السدرة وذلك مع أول هجوم لجماعة فجر ليبيا حتى أنها طلبت تدخل مجلس الأمن لمنع سيطرة المسلحين على الموارد النفطية التي ستعزز قدراتهم لتوسيع رقعة هجومهم في ليبيا وحتى خارجها لكن صد هذا الطلب حاد أدراجه بدون أن يجد مجيبة العمليات العسكرية المستمرة في الهلال النفطي تسببت حتى الآن في انخفاض إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 200 ألف برميل مقابل 800 ألف قبل الأزمة المؤسسة الوطنية للنفط قالت أن مستويات إنتاجه لا تلبي حتى متطلبات الاستهلاك المحلي دعية إلى تحييد النفط قوت كل الليبيين في هذه الصراعات